الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا معاشراء المسلمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمام كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثى كغثى السيل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاب في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجع دينكم فما تراه اليوم في بلاد فلسطين من ظلم يهود وأدوانهم وبغيهم ومن جرؤتهم على الإسلام وأهله أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم سيتسلطون على أهل الإسلام وأن الله جل في علا سيعاقب هذه الأمة بذلين لن يرفعه إلا إذا رجعوا إلى دينهم فقبل أن تقام المظاهرات وقبل أن تحمل اللوحات والشعارات وقبل أن تلقى الخطابات تنديداً بما يفعله اليهود راجعوا دينكم راجعوا دينكم فإن هذا الذل الحاصل لا يرفع إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم العجب أن هذا الدين صار مغيباً عند الكثيرين الدين عند كثير من المسلمين صار مغيباً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية الجماعة إذن الفرقة الناجية من عذاب الله ومن البداع والطائفة المنصورة هي ما كان عليه محمد وأصحابه انظروا إلى البداع جماعات وأحزاب وفرق وملال كل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك اليهود يعلمون أن الإسلام سينتصر لكن لم ينتصر بهؤلاء لن ينتصر بهؤلاء إنما ينتصر إذا كان الذين يشهدون صلاة الفجر كعدد الذين يشهدون صلاة الجمعة هكذا ينتصر الإسلام وسينتصر الإسلام وترتفع السنة إذا كانت البداع ميتة والسنة تملأ الدنيا سينتصر الإسلام إذا قامت دعوة التوحيد فلا قبابة ولا أضرحة ولا دعاء للأموات أولياء أو مشايخا سينتصر الإسلام إذا حكمت شريعة الله وخضع المسلمون حكاما ومحكومين لسريعة الله جل في علاه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون اليهود نشروا كفرهم ونشروا تشريعات الكفر في بلاد الإسلام كيف سينتصر المسلمون ومن نصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدنن لهم من بعد خوفهم أمنى ما هو الشرط ما هو الشرط يعبدون بي لا يشركون بي شيئا فإن اليهود قد يفتعلون حروبا وقد يفتعلون دمارا وقد يقربون مواجهات وقد يستدعون حروبا كل ذلك من أجل إبادة أهل الإسلام فالأسلحة عندهم والقوة عندهم وأمريكيا معهم والنصارى معهم والشيوعيون معهم يا مسلمون يجب أن تعلموا أن الأمر يحتاج إلى إعداد قوي قبل أن نستعد برشاش ومدفع وقبل أن نستعد بدبابة وطائرة استعدوا بأن تراجعوا دينكم بعقيدة صحيحة بتوحيد خالص بسنة واتباع بانقياد لشريعة الله وبتحكيم للكتاب والسنة هذا استعدادكم هذه عدتكم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم هل سنرهب اليهود والنصارى بهذه العدى ماذا نملك ماذا نملك ماذا نملك إن كثيرا من الدعاة اليوم حزبيهم يدعون إلى حزبيتهم بل إن بعضهم كان يأخذوا المال الذي يرسل للجهاد من أجل تقوية حزبهم ومن أجل نصرة باطلهم ومن أجل نصرة جماعتهم كانوا في أيام حرب البوسنة والهرسك والشيشان كانوا يقولون بدفع الصدقات والزكوات من أجل المجاهدين الذين يقاتلون الشيوعيين فإذا بها يأخذون هذه الأموال لحزبيتهم والانتخاباتهم ولطلب كرسي الحكم لا تثقوا أبدا لا تثقوا أبدا بداعية يدعو إلى الحزبية حزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير وحزب التحرير وجماعات التكفير الكاذبة كلها تدعو إلى حزبيات باطلة قال الله جل في علاه قال الله جل في علاه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله هؤلاء يدعون إلى حزبيتهم يدعون إلى جماعتهم يدعون إلى أميرهم يدعون إلى انتخاباتهم يدعون إلى برغماناتهم إنهم لن يفلحوا إنما يتخذون ظهور المسلمين ليصلوا إلى كرسي الحكم فإياك يا مسلم أنك تظن أن العدة وإعداد العدة أن نخرج الناس إلى الساحات كلا نعام السائمة بالروح بالدم نفديك يا فلسطين وهو لا يصل الفجر في المسجد بل لا يصل في الجماعة بالروح نفديك يا فلسطين وهو يعلق تميمة وحرزة وهو يعدو عبد السلام الأصمر وسيدي الشارف بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين وهو من حزب التحرير أو من العلمانيين أو من الليبراليين هل هؤلاء ينصرون دين الله هل هؤلاء ينتصر بهم الإسلام كفاء سداجتان كفاء هوسان كفاء جنونا إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الذي قال هذا مالك بن أناس إمام دار الهجرة لن يصلح بهذه الدعوات ولا بهذا الغثى الغثى الذي يملأ الدنيا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها نسأل الله جل في علا أن ينجي المؤمنين في فلسطين اللهم نجيهم اللهم نجيهم اللهم احفظ دماءهم اللهم احفظ أعرابهم احفظ دينهم اللهم عليك بالأنجاس اليهود اللهم عليك بهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم أذلهم اللهم أذلهم اللهم صلِّت عليهم يا ربنا جل في علا الرجزة والعذاب الأليم اللهم من ناصرهم فخذه من أعانهم فخذه اللهم من أعانهم ولو بكلمة اللهم أوقف الدماء في عروقه اللهم يا رب العالمين إننا ضعفا فقوي ديننا قوي عقيدتنا تقوي تمسكنا اللهم اجعل هذا اليوم يوم عز للإسلام وأهله اللهم يا رب العالمين اقبل بقلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعلنا جماعة واحدة لا جماعات طريقا واحد لا عشرات اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة لا على قول فلان ولا علان ولا على حزب فلان ولا علان ولا على جماعة فلان ولا علان كتاب وصنة على منهج سلف الأمة اللهم ثبتنا بالقول الثابت إنك ولي ذلك والقادر عليه افرحوا بعيدكم واحمدوا ربكم وانزعوا الشحماء والبغضة واجتمعوا أهل السنة على الحق وارجع أيها المبطل يا صاحب الهوى ارجع يا أيها الإخواني ارجع التكفيري ارجع الصوفي ارجع الحدادي ارجع الأخص من الحدادي ارجع ارجعوا إلى صراط ربكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون